اظن كلنا نقدر نتفق ان من اكثر الاشياء اللي تجهر في الالعاب هي انك تموت من شخص قاعد يغش او يستعمل هاك واحدة شعور هو انك تنتقم من هالغشاش بطريقة ما فبهالفيديو جايبلكم عشر لاعبين انتقموا من غشاشين او ناس يستعملوا هاك طرق جدا رهيبة عشر لاعبين مو شركات الالعاب فيديو جدا رهيب وان شاء الله يعجبكم فيلا خليني نبدأ قبل ابدأ الفيديو بسحب اعلن عن الفائز بالجيفووي الشهري واعلن عن الجيفووي الجديد فثما يهمك الموضوع شيك اول تعليق مثبت رح تلاقي فيه وقت بداية الفيديو روح واضغط عليه الجيفووي كان كنترولر استرو c40 وكان على اخر ثلاث فيديوهات top 10 او top 5 شايفينها قدامكم والفائز هو فواز محمد ان شاء الله الف مبروك رح توصل معك قريبا على ايميل لارسلك الكنترولر وقفووي الشهر على كيبورد من اسس اللي هو روك ستريكس سكوب ار اكس هذا من افضل كيبوردات الجيمينج الموجودة حاليا بالسوق بسعر معقول وبيدعم اللغة العربية وصدقوني جدا صعب تلاقي كيبورد جيمينج محترم وبيدعم اللغة العربية هالفترة الكيبورد فيه مخرجين يو اس بي واحد للكيبورد نفسه وواحد اكستنشن لماوس ازرار الكيبورد اللي هي روك ار اكس اوبتيكال ميكانيكال سويتش تعتبر وابل فري يعني ما فيها صوت الازعاج اللي بيكون عادة موجود بالكيبوردات الميكانيكية وسرعة الاستجابة بالكيبورد هي واحد جزء من الثانية واللايف سبان او عمر الكيبورد هو ميت مليون ضغطة يعني الازرار رح تخرب معاك بعد ميتين سنة لو كل يوم عم تضغط عليه 24 ساعة الكيبورد مقاوم للمي والغبار واضوية الال اي دي على الكيبورد فينك تتحكم فيها على راحتك والكيبورد مهيئ لالعاب الشوتر فرح تلاقي فيه ازرار نفس السيركل اكبر من حجمها العادي والكيبورد لسه فيه مزايا جدا رهيبة اذا يهمك تعرف فيل هالمزايا شيك اول رابط موجود بوصف الفيديو فاذا ودك تدخل بفرصة الفوز على هالكيبورد مع ماوس جيمينج اللي هو ريزر ناقا برو ادعم الفيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك اي تعليق في وسيلة التواصل فيه معاك ويلا خلا نبدأ بالفيديو بالمرتبة العاشرة عنا شخص اسمه سكريبت كيت هذا يوتيوبر عنده 200 الف مشترك تقريبا هذا الشخص صنع برنامج بلعبة سي اس جو او كونتر سترايك وروج ونشر البرنامج على الانترنت على اساس برنامج هاكر وكتب شرح البرنامج انه هذا برنامج هاك مثل متل اي برنامج ثاني بيخليك تشوف الناس من ورع الحيط بيعطيك ايمبوت وغير هنال مزايا بس هالبرنامج ما كان هاك هالبرنامج كان عكس الهاك هالبرنامج كان يخرب اللعب على الناس اللي يستعملوه على سبيل مثال الشخص اللي محمل هاك لو رمى قنبلة القنبلة رح تنزل تحته وتفجرهوه او لو يبي يروح يزرع القنبلة بلعبة سي اس جو فرح يوصل لاخر ثانية ومزرع القنبلة بعدين رح يكنسل والعكس لو مثلا القنبلة مزروعة ويبي يشيلها ورح يشيلها وعلى اخر ثانية رح يكنسل وقت يزون بسنايبر الموس رح ينعكس لما يزون فوق رح ينزل تحت ولما يزون امتحت رح يطلع فوق لما يبدأ القيم يخلي اللعب يشتري اسلحة تعبانة ما يحتاجها ويضوع فلوسها عليه واحيانا اللي محمل هاك لما يجي شخص قدامه يبي يطلق عليه بدل ما يطلق عليه يرمي سلاحه على الارض وكمان يخليه يذبح اصحابه بالغلط ففعليا هذا الهاك اللي حمله سواله مصايف خرب عليها القيام بشكل مو طبيعي وصراحة يستاهله يعني هذا الشخص اللي حمل هاك كان يبي حمله عشان يخرب اللعب على غيره فاللي صار انه اللعبة خربت عليه والشيء الاحلى انه هذا الشخص خلى البرنامج يصور لعب الناس ويرسله لها على الايميل وهو قاعد يجمع اللقطات المضحكة هاي ويسوي منها ومنتاج على قناة اليوتيوب والمنتاجات جدا اتضحك بالمرتبة التاسع عندنا ستريمر شراود اظن اي وعد يلعب بب جي تعرف شراود جدا مشهور ولعيب بلعبة بب جي المهم شراود كان احد الايام عبلعب بب جي عادي وقابله بالجيم شخص مهكر هذا الشخص قاعد يطير بسيارة وانتم شايفين قدامكم وقاعد يذبح كتير ناس وما حد قاعد يقدر عليه بس شراود جدا لعيب بب جي لدرجة انه قدر يكتول هاك فعليا شخص بسيارة قاعد يطير شراود ضلي لاحقه وقدر يكتله وهو في الجو وسيارة قاعد يطير يعني عليه ايم خرافي والمنظر وقت مات الهكر جدا مضحك انه كيف سيارة قاعد يطير وبعدين هذا الشخص مات وطار من السيارة وبعدين السيارة هبطت على الارض فصراحة اشوفها ايهانة شخص مهكر باللعبة وذبح شخص تاني ما قاعد يستعمل هاك ولا اي شي وغير كذا الشخص اللي ذبح الهكر مو اي واحد لا شراود ستريمر جدا مشهور والاف الناس شافوا اسم الهكر وقت مات وبعدين الفيديو نزل على اليوتيوب وشافه ملايين فمن جد هذي تعتبر ايهانة جدا قوية لصاحب الهاك في المرتبة الثامنة عنه حاثة بلعبة فالورانت اظن اغلبكم بيعرف لعبة فالورانت لعبة شوتر جديدة جدا مشهورة حاليا المهم احد مطورين لعبة فالورانت يعني شخص اللي يشتغل على اللعبة وصممها وكل شي كان مسوي بث مباشر وعم يلعب جيم كومبتتف كومبتتف يعني جيم مهم ماهو جيم عاد لو فست سكورك بزيد لو خسرت سكورك بتسلم فالمهم مطور اللعبة هو قاعد يلعب وفاتح بث قابل واحد هاك ايه فعليا مطور اللعبة يقابل واحد هاك هذا الهاك امه داعي عليه فعلى طول اول ما شافه راح وعطاه باند مافي داعي يشتك عليه هو مطور اللعبة ضغطة زر يعطيه باند فراح عطاه باند على حسابه وكنسه الجيم لانه مافي عدل لو فاز الفريق الثاني فهذا الهاكر من جد حضه سيء حط موقفك مكانه انت محمل هاك ودخلت لعبة وقابلت مطور اللعبة ضدك بالفريق الثاني خراص حسابك راح فيها فهذه القصة فعليا لاعب انتقم من غشاش بس صدفة انه اللعب هو مطور اللعبة نفسه في المرتبة السابعة صراحة عننا قصة ما لها علاقة كثير في موضوع الفيديو مو لاعب انتقم من غشاش لا القصة هي انه غشاش خرب اللعبة على شخص عادي راح الشخص العادي استعمل غشاش ثاني عشان يضبط له اللعبة ايه مثل ما سمعته القصة بكل اختصار انه في شخص كان عبيلعب جيم اونلاين بلعبة جي تي اي فايف او جران ذيفت اوتو في وبالجيم قابل واحد هكر هذا الهكر ما كان قاعد يذبح الناس لا كان قاعد يعطي فلوس بالمليارات لكل الناس الموجودين في الجيم طبعا ما قاعد يعطيهم فلوس لانه يحبهم لا عبيعطيهم فلوس عشان هم ما ياخدوا باند نظام اللعبة بس يشوف انه شخص بجيم واحد صار معاه مليارات من الفلوس فبيعطيه باند بس مو باند يمنعه من اللعبة لا بيعطيه شغله اسمه بات سبورت اللي هي انه بس يدخل اي جيم رح يدخله مع ناس مهكرين يعني خلاص ما فينو يلعب جيم طبيعي مع ناس عاديين لا رح يدخله دائما معلوبي كلها هاكات وتخرب عليه اللعبة فهذا شخص مسكين ما هكر يعني دخل مع شخص عطاه فلوس وهو ما يبي هل فلوس فراحوا كلنا بشركة روكستار اللي هي المصممة للعبة جي تي اي وقالهم صار معاي كذا وقالوا له ما نقدر نساعدك وخلاص رح يضل طول حياته يلعب مع هاكرات والحل الوحيد انه يسوي حساب جديد فشو سوى هالشخص راح ودور عن نت ولقى شخص ثاني يحكر بلعبة جي تي اي وهذاك الشخص اختصاصه انه يطلع الهاكات من هالاقيام فراح عند هذاك الشخص ودفع له وفعلا اخذ حسابه وطلع من البات سبورت وصار يلعب مع ناس عاديين فيعني هكر خرب عليه اللعبة وهكر ثاني صلح للعبة في المرتبة السادسة عنا يوتيوبر مشهور باسم فيز جارفوس هذا الشخص كان جدا مشهور في فيديوهات فورتنايت وعنده ملايين من المشاهدات فاحد الايام فيز جارفوس قرر انه يحمل برنامج هاك بلعبة فورتنايت هاك يعطيه ايمبوت ويصور فيديو وهو قاعد يستعمل هاك وفعليا صور فيديو وهو قاعد يستعمل هاك وحمل على اليوتيوب وكانت حشته انه يبي يجرب الهاك فقط هو ما يبي يستعمله بالمستقبل فراحوا متابعين هذا الشخص ولعبين فورتنايت بشكل عام عصبوا لانه يعني لو اي شخص ثاني قاعد يستعمل هاك او يوتيوبر ما هم مشهور كثير الشركة رح يعطوه باند على طول بس انه هاد مشهور وعنده ملايين الشركة سكتت عنه فراحوا الناس على تويتر على حسابات ايبك جيمز وفورتنايت على طول يطالبوا الشركة انهم يعطوه باند او يعاملوه معاملة شخص عادي ما يعملوه معاملة خاصة لانه مشهور وفيز جارفوس قال انه شركة مرح تعطيه باند كان شايف حاله لانه مشهور وعنده ملايين وكذا وفجأة بعد اسبوع تقريبا الشركة عطتها باند نهايه على حسابه ومنعوه يشترك من اي بطولة بفورتنايت بالمستقبل فراح فيز جارفوس سوى فيديو على اليوتيوب وكان قاعد يبكي بالفيديو كان قاعد يبكي ويطلب الشركة يشيلوا منه الباند بس الشركة ما سمعت كلامه وحاليا لو شوفوا فيديوهاتها على اليوتيوب رح تلاقوه قلب فيلوجر خلاص زحبا فورتنايت طارد فيديوهاتها كلها فيلوج بالمرتبة الخامسة عنا نفس الشخص اللي سوى برنامج الهاك بالمرتبة العاشرة بلعبة سي اس جو يلي اسمه سكريبت كت ونفس هذا الشخص سوى برنامج هكر كذبي بس بلعبة طب جي وصدقوني يضحك اكتر من اللقطات اللي شفتوها بسي اس جو طبعا برنامج الهاكر يسوي نفس الاشياء اللي شفتوها بسي اس جو لما شخص يرمي قنبلة بتنزل سحته وبتنفجر ووقتي بيطلق على واحد يرمي سلاحه بدل ما يطلق عليه ولما يقيم بسنايبر اللي تجاهات كلها تنعكس بس الاشياء اللي زيادة بلعبة بب جي انه صاحب الهاكر لما يمشي بالسيارة ويمشي فوق سرعة 50 مايل فرح يرمي حاله بره السيارة وبالتالي رح يموت على طول وكمان انه وقت يعمل رفايب او يحاول يعيش صاحب الميت فلما يوصل على اخر ثانية رح يطلق عليه ويكتل بالغلق ونفس الشي خلى اللقطات هاي كلها تتصور وتنرسل له على الايميل وسوى منتاجات جدا مضحكة من الناس اللي يحمدوا الهاكر طب ليش حطيت هايب المرتبة الخامسة و سي اس جو بالمرتبة العاشرة السبب لانه هاد قاعد يخرب عليهم جيم باتل رويل اللي هو الخطأ الوحيد خلاص يخرب عليك الجيم كامل ولازم تطلع وتفوت جيم ثاني بينما بسي اس جو اذا الشخص اللي محمل هاك استوعب انه حمل هاكر مضروب يقدر بنصى الجيم يطلع ويمسحها في المرتبة الرابعة عنا شخص اسمه سامبريرو ارسي كان قاعد يلعب وارزون هو اصحابه وقابل شخص مهكر عنده انبوت وذبحهم بالجيم المهم بعد الجيم ارسلوا له طلب صداقة لهذا الشخص وارسلوا له انفايت او دعوة عشان يدخل معهم الجيم وفعلا الهاكر قبل طلب الصداقة ودخل معهم الجيم ولعبوا معاه جيم جيمين وخلاص ووثق فيهم وفي الجيم الثالث ركبوا هولوكوبتر كلهم مع الهاك بعدين خلوا الهولوكوبتر تنصدم وتنفجر في عمارة او بناي بس قبل ما تنصدم نطوا كلهم منها الا صاحب الهاك فبالتالي صاحب الهاكر مات وقاعد يطلب منهم بالجيم سوولي revive عايشوني وفوق كذا صوروا هلشي كله وحملوه على فيديو على اليوتيوب واسم الهاكر كان طالع فيه والفيديو جاب الاف المشاهدات فيعني انطخموا منا وفضحوه في المرتبة الثالثة عنا شخص اسمه زفت كان مشارك بكأس العالم للاعبة فورتنايت بسنة 2019 واحد اللاعبين شاف زفت قاعد يغش بأحد الأقيام كيف كان قاعد يغش كان قاعد يسوي تيمينج اللي هو يتفق مع ناس عشان يذبحهم باللعبة وبالتالي جمع نقاط أكثر ويتأهد لكأس العالم فهذا الشخص راح واشتكى على زفت وراه على تويتر وكلم شركة ابيك جيمز اللي مساوين فورتنايت وقالهم أحد المؤهلين لكأس العالم باللعبة قاعد يجمع نقاط بطرق ممنوعة فراحوا شركة ابيك جيمز عاقبوه أو صراحة ما يسموا عاقب راحوا وقفوه عن اللعب مدة أسبوع واحد بس ووقفوه مدة أسبوع وبعد أسبوع رجع وكمن مشاركته بكأس العالم بعد ما رجع مساكوه مرة ثانية وهو قاعد يغش نفس الشي واشتكوا عليه مرة ثانية وشركة ابيك جيمز عطوه باند مدة أسبوع واحد ورجع بعدها وقاعد يشارك بكأس العالم وتأهل للنهائي لعبين فورتنايت جدا عصبوا لأن هذا الظلم لو أي واحد عادي كانوا عطوه باند نهائي من اللعبة بس هذا مساكوه مرتين عابي غش ومرتين الشركة سامحوه ورجع يشارك باللعبة فالمهم بنهايك أس العالم لعبة فورتنايت كان بيملعب كرت قدم بأمريكا وكان فيه جمهور بالآلاف وكانوا حاطين الكاميرا على زيفت وهو قاعد يلعب ويشارك بالبطولة وزيفت مات مجرد ما مات كل الجمهور قاعد يصفق على موته وصاروا يعملوا له أصوات مثل بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وطلع من البطولة وصراحة اشوف معهم حق كل الناس اللي تأهلوا للنهائي ناس اللاعبين وتأهلوا بجدارتهم بينما هاد مسكوعة بيغش مرتين ومع كذا شركة فورتنات خلوه يتأهل للنهائي فايه منال اللي يستحقه بالمرتبة الثاني عنا يوتيوبر وسريمر جدا مشهور اسمه تيم ذا تاتمان هذا الشخص معروف بلعبة كولوف ديوتي وارزون فالمهم احد الايام كان قاعد يلعب وارزون وقابله شخص مهكر الشخص عنده هكر ايمبوت وقدر يذبح تيم وطلع هذا الشخص من متابعين تيم وقاعد يعمل له ستريم سنايب ستريم سنايب اللي هو انه يشوف وين الشخص اللي مساوي بث مباشر قاعد يلعب يروح يجون عليه في الجيم ويذبحها قصادا فتيم بس عرف انه هذا الشخص من متابعينه وقاعد يتابع بثه صار يعمل له سبكتات ويشوفه كيف عبيلعب ويسأله اسئله هداك الشخص يجاوب بالسلاح يا اما نعم يحرك السلاح فوق وتحت يا اما لا يحرك سلاح يمين ويسار فسأله هل فعلا قاعد تستعمل هاك جاوب نعم سأله هل خايف يجيك باند او لا قال لا مو خايف يجوني باند وسأله من متى حملت الهاك ومن متى قاعد تستعمله فجاوبه فوق الشهر هذا الشخص كان نفكر انه فقط رح يطلع بالبث المباشر وخلاص اللي ما كان يعرفه انه تيم كان ناوي يصور فيديو على اليوتيوب ويحمله على قناته والفيديو جاب فوق المليون وستمائة الف مشاهدة وايديا كان طالب الفيديو لحين ما يعرف هل جاء باند اولا بس 99% اجل بالباند بعد هالفيديو وحتى لو ما جاء العباند فوق المليون وستمائة الف شخص شافه عم يعترف انه عم يستعمل هاك وايديا واسمه طالب الفيديو لا 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 الا اضافة فقط ان تستمع لي اوه يا اوه يا شخص ايه ها ايه ها اتستمعني لي اوه ها ها اوه ها 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 حسنا احبط انا ها 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 سوف يكون هناك مكان في مكان يا إلهي يا إلهي لا أنت يا إلهي يا إلهي أيضًا مع قطة لم أعتقد أنك ستفعل ذلك يا إلهي في المرتبة الأولى عندنا شخص اسمه هذا الشخص سوى برنامج هاكر كذبي نسب المرتبة العاشرة والخامسة بس هذا الشخص ما يمزح الشخص اللي كان بالمرتبة العاشرة والخامسة كان فقط يجمع لقطات مضحكة من الهاكر ويعمل عليها فيديوهات على اليوتيوب بينما هذا الشخص خلى برنامج الهاكر حقه يسجل بيانات اللعبة لأي شخص حمل برنامج الهاك حقه يعني شخص عنده نية أنه يستعمل هاك ويرسل بياناته لValve Anti-Sheet System يلي هو برنامج مكافح الغشاشين من شركة VALVE طبعا هالكلام كله على البي سي وعلى منصة ستيم فبالتالي كان أي شخص يحمل برنامج الهاكر حقه يجي باند على حسابه على طول اي فعليا يجي باند على طول وكتب على ردت انه فوق الخمسة الاف وخمسمائة شخص حمل برنامج الهاك وكلهم جاهم باند فصراحة هذا الشخص سوى خدمة للاعبين البي سي يعني من وراه صار حاليا خمسة الاف وخمسمائة شخص جايهم باند وهال خمسة الاف وخمسمائة شخص كانوا ممكن يخربوا عليك لعبك يخربوا عليك وقتك باستعمال برامج غش بقية يا شباب هذا الفيديو لليوم اتمنى انكم اعجبكم اتبانى بنهاية الفيديو لا تنسوا وتعطي الفيديو زر اللايك وشاركوا في القناة وشاركونا بالتعليقات شو اكتر قصة انتقام من غشاشين عجبتكم بهالفيديو وباس كان منكم الشركيال شركيكياش يكون بديها التاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة